قطع للطرقات اختطافات اعدامات ميدانية واستهداف لمواقع الجيش اتهامات موجهة لكتائب ابو العباس التي تخوض مواجهات مع الجيش على خلفية رفضها تسليم مواسسات الدولة وفق مصادر محلية فان كتائب ابو العباس اغلقت شوارع صينة والنسيرية وشارع 26 سبتمبر وقصفت من قلعة القاهرة قرى صبر ومكتب التربية وشارع جمال وقد ادى القصف الى مقتل مواطن في صبر فيما اسفرت المواجهات بين الكتائب والجيش الى مقتل ثلاثة وجرح اخرين اتهم الجيش ما اسمه بالعناصر الخارجة على القانون باختراق قرار التهدية وقال المتحدث باسم الجيش في تعز العقيد عبد الباصط البحر ان العناصر المسلحة وضعت حواجز اسمنتية في الطرقات والشوارع الفرعية ونشرت قناصة فوق اسطح المباني وداهمت بعض المنازل ومارست عمليات اختطاف للجنود والمدنيين واعدمت ميدانيا الجندي محمد اسماعيل شرعبي محافظ تعز امين محمود اصدر بيانا اكد فيه عدم التراجع عن السعادة مؤسسات الدولة مما اسماها بالقوى المتطرفة التي قال ان افعالها لا تخدم الا قوى الانقلاب كان المحافظ قد اصدر اوامره للجيش بالسعادة مؤسسات الدولة وقد استطاع الجيش ضبط قرابة 21 متهما بارتكاب عمليات الاغتيالات لكن المحافظة سرعان ما اصدر اوامر بالتهدية مما دفع بعض المراقبين للتشكيك في جدية السلطة المحلية في تثبيت الامن والاستقرار بالمحافظة المواجهات العنيفة بين الجيش والعناصر المسلحة في تعز لا تزال مستمرة في ظل محاولات لحرف مسار الاحداث باتجاه يجعل الجيش طرفا في المشكلة وهي محاولة يراد منها وفق محللين تكرار سينار عدن المدعوم اماراتيا خصوصا وان ابو العباس المدعوم من ابو ظبي والمتهم بالارهاب من التحالف لا يزال يرفض حتى اللحظة الاندماج في الجيش وتسليم مؤسسات الدولة